السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ نجلاشين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازايكم حبايبا عاملين ايه يارب تكونوا بصحة وبالف خير ان شاء الله النهاردة عملنا كحك العيد كحك العيد نعم جدا جدا الناس اللي بتحب كحك العيد يبقى نعم قوي كده تقرب عندنا وتشوف مقدرنا بمكون جديد واحد بس هنضيفه على الكحك هيخلي الكحكاية بتاعتي غير اي كحكاية هتكلاف اي حتة تانية والكحك بتاعك السندي هيبقى مميز طريقة جديدة ومقدير جديدة بس يلا بقى لو انت عجبك الفيديو النهاردة ان شاء الله حطينا لايك للفيديو واشترك في قناتي لو اول مرة تشوفيني ويلا بينا نبتدي على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة طبعا انا معي كيلو من الدقيق ده كيلو من الدقيق مخصص للكحكا والبسكوت طبعا متوفر جدا للايام دي بمناسبة يعني عشان العيد والكحكا تلاقي دي كحكا والبسكوت متوفر جدا معاكي وده كده معلقة كبيرة من البيكن بودر ومعلقة صغيرة من الرحة الكحكا وديكو ده معلقتين سمسم كبار متحمص تقولي كده اللي عطار عايزة سمسم محمص جاهز والسمنة بقى هنا دول 325 جرام من السمنة بس يكون بدرجة التلاجة لازم يكون في التلاجة ومخرجوها وبرضو الزبدة زيها 325 جرام طبعا الناس اللي ما عندهاش ميزان انا هقولك هيبقى الدقيب الكوباة بالزبط يبقى الزبدة هنا خارجة من التلاجة والسمنة خارجة من التلاجة لازم يكونوا متلجين وبالزبط بالزبط و325 جرام و325 جرام ودي كده 3 معلقة من لبن البودر دراشة الملح وهنا معايا معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة الخميرة اللي هي الفورية طبعا انتي ما عندكيش ميزان ومش هتعرفي يعني الناس هيا مش متوفر عندها الميزان وعايزة مثلا اعرف 325 جرام هيبقى طلعها دقيب الكوباة هقولها لك دلوقتي الميزانة معايا هي ودي زبدة مخرجها من التلاجة لازم ان تكون سقعة اهي 325 جرام معايا هي قديني بابوزنها لك وحطها لك في الكوباة تمام كده خلاص كده 325 جرام كوباية عملولي دول كوبايتين من الزبدة بدرجة حرارة التلاجة طبعا لازم يكون متلق مسقعانة ودي ايه كوباية وكوبايتين قلة ربع من السمنة يبقى كوبايتين من الزبدة اجيب بقى الطبقة اللي هشتغل فيه اول حاجة طبعا هنزلها السمنة معايا هي طبعا لما بتبقى السمنة والزبدة سقعانين سقعانة يعني لما نيجي نضربها تبقى تعملك فوم كده تبقى هشة معايا عشان خطر تخلي الكحكة ايه حلوة معايا كده نزلت الكوبايتين الا ربع من السمنة وكوبايتين من الزبدة هجيب بقى الوقت كده المضرب بتاعي ما عنديكش المضرب ده عايدي خالص ممكن تضرب من المضرب اليدوي بس عايز اقولك عايز صحة وعضلات يعني عايز وقت وعايز مجهود شوية وطبعا لو متوفر معاياك المضرب الهو بتاعي الكريم شانتي ده حلو جدا هيرايحك ولو عندك برضو الاعجان هيبقى احسن واحسن طبعا هضرب السمنة والزبدة مع بعض كويس جدا الدرب هنا بقى دي اهم خطوة في الكحك كله دربك في الزبدة والسمنة مع بعض هيخلي الكحكة بتاعتك هشة ومش مكتومة وحلوة جدا شايفة تضربها كده تحسن هي بقت عاملة زي كريم شانتي طبعا بالليزباتيولا كده بقلم كل الجوانب عشان اللي ما يضربش كويس قلموا بالليزباتيولا من الجوانب وانزلوا ايه يضرب تاني كويس معايا لازمة تضربه كويس كده تبصي حتى هتلاقي اللون فتح معانا قوي ازاي تحس بقى عاملة زي كريم شانتي كده شايفة هتلاقيه بقى عاملة زي كريم شانتي الخطوة دي مهمة جدا ضرب الزبدة والسمنة مع بعض بيخلي الكحكة حلو قوي معايا بقى كوباية ميا دافية شايفة دافية جدا زرارة الطفل كده احطي بقى كده عشان اعمل اختبار كده للخميرة بتاعتي احطي بقى معلقة الكبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة السكر على المية دافية جدا واقلبها واركنها بقى على جنب اركنا بقى الوقتي كده هجيب بقى الدقيق بتاعي وهاخد منه نص كوباية من الدقيق نص كوباية من الدقيق بالشكل ده وبرده لسه ما قلت الكيش انا هضيف ايه المكون الجديد اللي احنا هنضيفه على الدقيق خليك معايا وان شاء الله هيطلع كحكك حلو جدا حطي دلوقتي المعلقة كبيرة من بيكن بودر والمعلقة الصغيرة من رحة الكحك والمعلقتين السمسم وتلات معالق لبن بودر ورشة الملح ايه بقى الحاجة الجديدة اللي انا هحطها وهتخلي الطعم مميز جدا وكحكات غير اي حاجة دوك نص كوباية اللي احنا خدمنا ديه هبدلها بنص كوباية من البسكويت اسمه لوتس بش متوفر معاك لوتس او بش عارفة جيبيه او اي حاجة ممكن تستبدليه عارفة البسكويت السدى ايه اطحانيه عادي في كبة الخلاط ووضفيه عادي خالص هتقولي ايه ده ده مكون غريب اوي واول مرة بس الكحكاية بتاحتك هتبقى حاجة تانية خالص خلاص كده احطت كل المقادير معاي على السمنة والزبدة اللي ضربناهم كويس جدا بقى منزة كريم شمطية اخلط بقى كل وكده مع بعض واهم مرحلة هنا برضو اللي انت تبسي العجينة بتاحتك كويس جدا قبل ما نضيف الخمير الخميرة لسه على جنب حم نعمل لها اختبار بتاعها هنا بقى الوقت كده هنبسي هنبسي بقى زي تريت امهاتنا وستاء وجدهاتنا اجدادنا يعني وامهاتنا كانوا بيقعد يبسوا الكحك شايفة البس ده بقى يخليلك الكحكة مورقة وخفيفة وزي العسر ونسمي الله كده واحنا شغالين عشان ربنا يطرح البركة بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلى عن نبو واحنا شغالين الكحكاية العجينة هي خلاص عادت بسي عادت بسي فيها شوية حلاص كده لمت معي أبدأ بقى دلوقت احطي بقى الخميرة بتاحت بص الخميرة بقت فايرة ازاي معي بقى تفايرة جدا خلاص كده الخميرة بتاعتي نكحة معي أبدأ بقى الوقت ما تعجنش خالس احنا هنلم العجينة بالخميرة بس بالشكل ده اهو يتعجين احنا هنلم بس عشان هنا الكحكة ما بيحبش العجن لو عجنتي هيعمل معاك زي الغرق بتاع العيش والكحكاية هدبوز منك التفاق مع الخامير لفاق الماء هذا الماء يمكن أن تضيف الماء سيقوم بتعضي الماء عشان خاطر يقعد معنا حبة العجينة بقت نعمة جدا معي ودي بقى إيه الوقت الحشوة بتاعتي هيبقى العجوة العجوة طبعا بحب اشتريها اللي هي العجوة اللي واتطلع البزر بتاعها منها وانا اللي عملها بإيدي كده وبجيبها فتحة وطرية إيه اللي أنا ضفت دوك ده نص برضو كوباية من البسكاويت بتاع لوتس بالشكل ده اللي أنا برضو تحناف الكبة بتاعت الخلاط واضفها كده على العجوة برضو بيديها طعم حلو قوي خلاص كده جهزت معي العجوة تبقى معي بالشكل ده كده عشان لما اجي أشكل الكحكي أخد العجوة إيه على طول كده وحطها في قلب العجينة بتاعتي أنا بحب جدا الصواني الألمونيوم ودايما أمي وحمايتي كانوا دايما برضو يحب يصوي فيها جدا بتوزع درجة الحرف الصينية حلوة قوي يعني أفضل حاجة في التسويت الكحك والبسكاويت هي الصواني الألمونيوم هاخد بقى الوقت كده حتة من العجينة وعمل لها فتحة كده شايف العجينة حلوة في إيدي إزاي زي الملبن أحط بقى فيها كده الوقت العجوة وقفل عليها بالشكل ده كده وابدأ أكعورها تاني بس كده بشبطتها ولا حاجة أنا أخليها كده وبص حجمها عاملة زي اللمونة بالشكل ده وخلي بالك ما تخليش الحشو بتاعي كيبان قوي عشان خاطر ما يتحروقش معنا على قد ما تقدر يعني وافتح برضو العجينة تاني كده وحط الحشوة بتحت اللي هي العجوة طبعا براحتك العجوة عايزة تحط شمال براحتك بس أنا هنا إحنا عايزينه بالعجوة وبردو أحطت الحشوة وقفل عليها وكعورها كده بالشكل ده وبشبطتها ولا حاجة برضو عشان لما نيجي نعملها بالبصامة بتاعتها أو الطباعة وخلي مسافة بين الكحكة والكحكة كده عشان خاطر تديها راحتها في الصواني ودي الطباعة معايا هي أو البصامة وابدأ يبقى إيه نعمل عليها كده براحتك عايزة تنقش براحتك براحتك خالص بس الطباعة الوقت بتدينا شكل زي بتاع المحلات بالزبط زي كمان إن الكحكة بتاعنا السنة دي هيبقى طعمه زي بتاع المحلات بالزبط ودي شكله كده طبعا هركنه على جنب لحد مخدس كل الكمية في كل الصواني وإحنا ما سبتش العجنة تخمر ولا حاجة أنا اشتغلت بها على طول هيا هترتاح وكل حاجة على الصواني بتاعتها شايفة الكيلو دي عمل لي كل الكمية دي وخليها كده خلاص أنا خلصت كل التشكيل أبدأ بأول صاج أنا عملته دي كده أول صنية أنا عملته دخلتها في الفرن على درجة حرارة 175 وطبعا كنت مشغاليها قبلها بربع ساعة يدوب تحطيها على رفل وسطاني ولو إنت مثلا عايزة الشكل محمر شغالي حاجة شغالي الشواية لكن هو لو أحمر معاكي تمام خالص حطيته على درجة الحرارة 175 الكحكاية بتاعتي وبعد كده لو إنت عندك من فوق ومن تحت شغالي الشواية بعد إيه من فوق وتحت عشان خطر إيه استوى معك لو إنت مثلا ما عندك إيه شلة تحت بس بعد ما يحمر من تحت إقفلي وشغالي الشواية عشان ياخد اللون الدهبي وده كده كان الكحكا معنا النهاردة بجد الكحكاية نعمة جدا وشافت تسوية بتاعتها من تحت ومن فوق الكحكا نعمة جدا جدا من كتر ما أنا مسك إيدي يعني بتدوب كده في إيدي ودي الحشوة جواهي ومورقة جدا شايفة الكحكا نعم جدا وده يبدوب كده إنت بقى الوقتي هاتي كارتونة من هي بتاعت الجاتوهات أو التورتات والحاجات دي كارتين اللي هي بتبقى عند المستلزمات اللي هي اللي بتبقى فالكيس والحاجات دي هاتيلك كارتونة عابي فيها الكحكا بتاعك وساعة التقديم بس خدي منه شوية في طبق زي كده ورش عليه السكر بتاعك الأفضل يعني يعني انت تحط السكر على الوش ساعة التقديم بس وده كده كان كحكا العيد بتاعنا النهاردة يارب يكون الكحكا بتاعنا النهاردة شكله حلو عجبكو وجربيه بالمكون الجديد اللي إحنا حطناه بجد طعمه حكاية وشكله حلو قوي إن شاء الله كحكا بتاعك هيبغير أي كحك تاني وده كان الكحكا بتاعنا النهاردة كل سنة وانت طيبين